السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من قراءة في كتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث النشأة المستأنفة لمؤلفه جورج ترابيشي وقفنا في الحلقة السابقة عند السؤال التالي كيف حدث التحول من الإسلام القرآني إلى الإسلام السني؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينتقل المؤلف في بحثه إلى أولى تجليات هذا التحول وهو التحول من الرسالة إلى التاريخ وللإشارة فهو يقصد بالرسالة حصرا ما طلب إلى الرسول تبليغه من دون أن يكون له دور آخر سوى الأمانة والإبانة في التبليغ وما يقصده بالتاريخ هو الكيفية التي قرأ بها البشر الرسالة التي كلف بها الرسول بتبليغهم إياها وعلى الأخص الكيفية التي تعاملوا بها مع شخص حاملها ليحولوه بدوره ليس فقط من مرسل إليه إلى مرسل بل كذلك من مسنون له إلى سان يقول في بداية الفصل الثاني من الكتاب والذي يحمل عنوان من النبي الأمي إلى النبي الأممي إن أول ما ترتب عن التحول من الرسالة إلى التاريخ هو الخلاف التأويلي الذي نشب حول أمية الرسول وحول المرجعية التي ينبغي اعتمادها في هذا التأويل أهي إلى القرآن نفسه أم إلى الحديث يرى المؤلف بعد تحليل مفصل لصفة الأمية أن هذه الأخيرة لا تعني في المؤجم القرآني من لا يعرف القراءة والكتابة بل تعني من ينتمي إلى الأمة التي لا كتاب لها كما تبينه آيات من القرآن كالآية العشرون من صورة آل عمران وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتتوا والأميون هنا يقصد بهم إذن العرب الذين لم يكن لهم كتاب أو العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب وفق ما اهتدى إليه بعض من متقدم فقهاء اللغة العربية وبعض آل التفسير وانطلاقا من أن لكل أمة الرسول فقد جاء دور الأميين ليبعث فيهم رسولا ليؤسسهم بدورهم أمة كتابية كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ومن هذا المنطلق كذلك تكتسب عروبة القرآن كامل دلالتها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فقد كان محتما أن يكون الرسول المرسل إلى الأمة الأمية ليبشرها ولينذرها في آن معا ناطقا بلسان عربي مبين وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وهكذا يعتقد المؤلف أنه يحوز من داخل النص القرآني على قرينة تعزز فرضيته عن الحصر اللغوي للرسالة باللسان العربي وعن حصرها الجغرافي بأم القرى ومن حولها من الناطقين بذلك اللسان ويصل بعد ذلك إلى استنتاج هام هو أنه في كتب الحديث وليس في القرآن تم تحويل النبي الأمي المرسل إلى قومه إلى نبي أممي مرسل إلى الأمم قاطبة ففي رواية على لسان هشيم بن بشير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعدت إلى الناس كافة وهكذا يرى المؤلف أن حديثا لم يكن متداولا ولا معروفا أمكن له أن ينزخ أي أن يبطل حكم نحو عشرين آية قرآنية تنص متضافرة على أن لكل أمة رسولها وعلى أن الرسالة القرآنية التي بعث بها الرسول محمد مشروطة لغويا بعروبة حاملها وبعروبة الأمة المحمولة إليها ودغرافيا بأم القرى ومن حولها ويعز المؤلف هذا التحويل من نبي أمي إلى نبي أممي إلى ما يعتبره مكر التاريخ بسبب أن الإسلام الذي خرج كما يقول في طور أول إلى الفتحات حاملا الرسالة القرآنية ارتد بعد الفتحات في طوره الثاني نحو نفسه محملا بما سيتم تكريسه تحت اسم السنة النبوية حجته في ذلك أنه في الصدر الأول وقبل أن تستقر الفتحات بعض الاستقرار لم يكن للإسلام من أهل آخرين سوى أهل القرآن ولكن بعد أن أتت الفتحات أكلها ظهر أهل السنة وانتزع الغلبة تدريجيا لأنفسهم ولمصالحهم حتى لم يعد تعبير أهل القرآن دارجا في الاستعمال ولا سيما بعد تكريس الهزيمة النهائية للمعتزلة الممثلين الأخيرين لأهل القرآن في القرن الخامس فصائدا ويفهم من تحليل المؤلف أنه وفق هذا التحول كان دور بلدان الفتحات متألقا في تطوير علوم القرآن وشروحه بدءا بكبير المفسرين الذي كانه التبري ولكن يضيف المؤلف لا ينبغي بالمقابل أن يغيب عنه أنهم ما فعلوا ذلك في غالب من الأحيان إلا بمرجعية سنية وتحت شعار لا يزال معمولا به حتى اليوم السنة هي القاضية على القرآن وليس القرآن هو القاضي على السنة وبتفصيل أوضح يقول المؤلف الإسلام الذي حمل إلى أعاجم البلدان المفتوحة وفي مقدمتهم الفرص كان إسلام قرآن لا يد لهم فيه وما أرسل أصلا برسمهم وبالمقابل إن الإسلام الذي أعادوا تصديره إلى فاتحهم كان إسلام سنة كانت لهم اليد الطولة في إنتاجه وهو الإنتاج الذي استطاعوا أن يؤسسوا أنفسهم من خلال إتقان صناعته في طبقة متفقهة عاتية النفوذ حبت نفسها عن طريق التطوير المتضافر للمدولة الحديثية وللمدولة الفقهية وبالتالي للمؤسسة الإفتائية بسلطة تشريعية لم يقر بها القرآن للرسول نفسه وعلى هذا النحو تكون قد نصبت نفسها وسيطة بين الله وبين المؤمنين في كل ما جل ودق من شؤون حياتهم الدينية والدنيوية ويخلص المؤلف إلى أن الفقه ناب في الحضارة الإسلامية كما هو معلوم مناب القانون في الحضارة الرومانية لأنه في إمبراطورية الفتحات العربية الإسلامية ما كان للذخيرة المحدودة العدد للغاية من الأحكام القرآنية أن تفي بمتطلبات التشريع القانوني جميعها في مواجهة المستجدات من النوازل ومن هنا كان من المحتم أن تتراكم بل أن تتضخم المدونة الحديثية وأن تخلع على السنة أهلية تشريعية تضاهي تلك التي للقرآن ويختم المؤلف استنتاجه ذلك بالإشارة إلى أن تسييد السنة قد تلاقت فيها مصالح الأتقراطية العربية الفاتحة ومصالح النخب والشرائح المثقفة من شعوب البلدان المفتوحة ومن هنا فرض نفسه تطوير سنة النبوية إلهية المصدر لا يكون فيها فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى فليس أرض لكبرياء المحكومين من أن يكونوا محكومين بالتشريع إلهي المصدر ولا سيما إذا كانوا هم الشركاء الرئيسيين في تشريع هذا التشريع وعلى هذا النحو فحسب نستطيع أن نفهم تلاقي المصالح بين نخب الفاتحين ونخب البلدان المفتوحة في تأميم الرسول العربي لكن إن كانت تشريع الإسلامي الذي عزى إلى نفسه من خلال السنة المنسوبة إلى النبي مصدراً إلهياً قد صان الوجود العربي الإسلامي وحفظه فإنه فإنه بالمقابل قد شله بقدر ما جمده في وضعية ثابتة ومكررة لنفسها وعابرة لشروط الزمان والمكان وفي نهاية تحليله يشدد المؤلف على هذه الحقيقة تشريع كهذا ما كان له إلا أن يكون حاكماً على التاريخ بدلاً من أن يكون كما في مثال التشريع الوضعي محكوماً به والخروج من حكم التاريخ هو بمثابة خروج من التاريخ نفسه أليس هذا هو حال الأمة اليوم التي تعيش خارج التاريخ ولا تصنع تاريخها وإلا كيف نفهم غيابها وصمتها على ما يحدث من داخل زغرافيتها وفي قلب ديارها من تكالب الأعداء عليها وتدنيس مقدساتها ونهب بثرواتها بل كيف نفهم عجزها على نصرة أهلها المصدعفين الذين يبادون ويقتلون فأي تشريع إلهي يبرر لها موقفها المتخاذل والمخجل قد جاء أحدهم وقال جاهدوا بالسنن ونسي كتب عليكم القتال وغابت عنه انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وسقط في الغفلة ولم يستذكر ونسوا حظاً مما ذكروا به ليبرر للمجرم إجرامه وللطاغية طغيانه وفساده هل نحن نعيش إسلاماً لا تاريخياً بسبب التحول من إسلام القرآن الرسالة النبي الأمي إلى إسلام الحديث التاريخ النبي الأممي وهو تحول يحول بيننا وبين الحداثة ويرهن العقل بالنقل والتقليد ويحد من هامش فعله وحريته كما يعتقد مؤلف الكتاب ألقاكم في حلقة مقبلة لنرى كيف بدأ بتزامن مع نشأة المذاهب تقويض العقل في الإسلام وإخراجه عن الخدمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة